السفير الأمريكي دورة إشياء لا تملك قرار لا تملك قرار الإدارة الأمريكية أنا رأيه بلبنان لا تمثل قرار الإدارة الأمريكية مش لا تمثل قرار الإدارة الأمريكية ما قير رات قد متأخر بقرار الإدارة الأمريكية أنتو عم تحكي على الحال في لبنان ما جبت ستل أمريكان يعني مبين سعوديين مال أمريكان لأنه مش مهتمين لا مش مهتمين يعني اليوم يعني اليوم بدي قل لك شغلي بيّن الملف المهتمين فيه لما نتلفين بايدين يحكي ساعة مع رئيس جمهورية بموضوع الترسيم الباقي تفصيل يعني مسلمين جزء منه للفرنسيوي مشكلتك الفرنسيوي كمان مختلف مع الإيراني السعودي مع بيمشي مع الفرنسيوي كمان باللي بده ما بقى عنا وسيط غربي للفرنسيوي ولا الأمريكي ما فيه وسيط يقدر يحكي مع الكل كريسيانو رونالدو في قميص النصر السعودي أنا تقديري يعني السعودي أوروبا الجديدة بتاخد يعني راح يكون إلى جزء كبير من مستقبل المنطقة يلا الفتاك هيا مين أحمد الحريري عم يكون نوتلا صحتين شو بتقول بدي قللك شغلي ليك ما بيسوى ما بيسوى يكفي الوضع السني هيك هيدا أنا اللي بفهمه أنا بفهم أنه السعودية يكفي التعاطي مع وضع بيت الحريري بهذه الطريقة لأن ما فيه إمكانية لإيجاد بديل سني عن بيت الحريري وبيّنت كل التطورات أنه الوضع السني سيدهب إلى الضياع إذا لم يعر سعر الحريري نجيب مئاتي في العمرة يا خيب يعني مهم يكون واحد صادق بالإيمان أهم شيء صادق هو بالإيمان وبالسياسة أنا رأيي مهم يكون صادق ما شرط يعني الحج لمن استطاع إليه سبيلة ممكن الوحيد ما يروح يحج ويكون صادق نجيب مئاتي بالعمرة ممكن يحج الوحيد كل سicorn نجيب مئاتي بالحج صادق أو مش صادق نجيب مؤمن بالسياسة صادق أو مش صادق خيب يقولوا لا بيقولوا لا جبران باسير وضحكته الشهيرة بش على الصورة أوكي بس عطيني عنوان يرؤى حاله وليد فياض عم بتشمس على البحر وليد عطولة بتشمس معطر معطر إيه معطر بها الوزارة حدا بيجيب وليد فياض على الوزارة يعني حرام جيبه على وزارة سياحة جيبه على وزارة ممكن بس على وزارة من هالنوع يعني الله يعينه الله يعينه لأنه مش عارف يعني وين الله حاطه خلص الصور طيب يلا لكينا على البوكال صحاب وراء من البوكال عصوت علي أنه بما أنك من محبيت زجل الشاعر حبيب أبو أنطون كتب لنا كان بيت شاعر وتحدينا نقول لهم على الهوى وهدين كان فيك تهدي هدين شوف شوف يلا حالك يون وينون حبيبي بحبه يعني أنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر